السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ أنا زوفي بعت لي رسالة طلاق أنت طالق ثلاث مرة وبعدين رفت خبت أتأكد يعني من الرسالة كده بعت له رسالة على النيت قلت لي يعني طلاق الرسالة ما ينفحش يعني محدش بي أتارف بني قال لي لا طلاق الرسالة ده صحيح عفوا ماذا قال قال طلاق الرسالة ده صحيح يعني هو طلقت كم مرة ثلاثة متصلات في رسالة واحدة أم ثلاث مرات رسالة واحدة عبر لا رسالة واحدة عبر هاتش ماذا قال فيها قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات في مجلس واحد أختار القول القائلة بأنها تحسب تطليقة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنه ما في مسلمين أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كان يعد واحدة فلما جاء عبر وراء الناس قد تسرعوا في ذلك أمضاه عليهم ثلاثة فما أختاره هو أن ذلك يحسب تطليقة واحدة إذا أقر الزوج أنه أرسل هذه الرسالة والله أعلم أنا أعتدت عن طريق النجية من العدة كذا الصحيحة يعني ولعليه عدة تاني لما تجد ورق الطلاق تعتدي منذ أن بلغك ذلك وتيقنت منه تبدئين في العدة طبعا أنا أرفعت قدي الطلاق في المحكمة يعني أجديني ورق الطلاق ذلك كذا أعتدت تاني ولا فيش عدة تاني لا هي عدة واحدة إذا إذا طلاقك في الهاتف قبل صدور طلاق المحكمة أبدأ في العدة نعم